بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين والمشاهدات اهلا ومرحبا بكم في احد علوم الزراعية وهو علم الانتاج الحيواني علم الانتاج الحيواني هو احد شقي الانتاج الزراعي زي ما احنا عارفين ان الانتاج الزراعي ما هو الا انتاج حيواني وده جني ثم انتاج نباتي لو جننا تحدثنا عن الانتاج النباتي هنعرف الانتاج النباتي في محاصيل بستانية في محاصيل حقلية محاصيل بستانية زي الفكهة وزي الزينة وزي الخضر إلى أخيره أما الانتاج الحيواني وهو دي ركيزة أو الشك المتمم للانتاج النباتي من أحد العلوم الزراعية وهو الانتاج الحيواني والداجيني الانتاج الحيواني والداجيني بيتمثل في كذا فرع من فروع الانتاج الحيواني والداجيني عبارة عن إيه؟ عبارة عن حيوانات لحم ثم حيوانات لبن ثم دواجن ثم لو تطرقنا في داخل الدواجن هنلاحظ ان شك الدواجن من احد شقي الانتاج الحيواني بيتمسى في تربيت الطيور المنزلية كلها سواء كانت البط او الاوز او الحمام او الرومي او السمان او النعام دي كلها علم الانتاج الداجيني لكن الانتاج الحيواني بصفة عامة بنقول هو عبارة عن حيوانات لحم ثم حيوانات لبن ثم اغنام ومعز بيخدم على هذه الشكين من احد شقي الانتاج الحيواني وهو علم ايضا صحة الحيوان يعني صحة الحيوان للدواجن وايضا صحة الحيوان بالنسبة للحيوان لو جينا النهاردة تحدثنا ونحاول نختصر مع بعضنا ونتكلم على جزء صغير جدا من فروع الانتاج الحيواني او هو حيوانات اللحم هنشوف مع بعض حيوان اللحم يعني ايه حيوان اللحم طبعا كان في القديم ان الفلاح من دول المصري او المربي اللي هو موجود عندنا في مصر كان بيعمل ايه عشان يحصل على الحوم من هذه الحيوانات اما كان بيربي الابكار وكان بيربي الجموس او كان بيربي الابل او الاغنام او الاخير وكان بيربيها في مقصد عشان عندي يحصل منها على انتاج الالباد طيب بعد هذه الحيوانات ديات لما تنتهي حياتها الانتاجية يعني ايه تيان تنتهي حياتها الانتاجية لما تكبر في السن بيقوم بيحتفظ بها هذا المربي وبيدخلها لبدة شهرين عنده في داخل المزرعة وبيعزلها عزل تام عن الحيوانات الاخرى عشان يزود كمية العلاق ويحسن شكل هذا الحيوان ويحسن المظهر العام لهذا الحيوان لانما يجي يبقى هذا الحيوان بيلاقي كفاءة الانتاجية ضعيفة يعني ايه كفاءة الانتاجية ضعيفة يعني بيأكل حوالي مثلا 10 كيلو علف او 12 كيلو علف هو بيحاول لقديه لحم على جسمه هذا الحيوان تم انهاكه معه عملية اللي هي انتاج الالبان ثم بيدخله الى عملية التسمين يعني ايه عملية التسمين ان هو بيسم من هذا الحيوان عشان يحسن من صفات وجودة اللحوم اللي هي هتنتج بعد ذلك من زبح هذا الحيوان يبقى انا كده ما جدنا اتكلمنا اتكلمنا قلنا بنقول ان الانتاج الحيواني هو عبارة عن حيوانات اللحم حيوانات اللحم دي اتأساس اصلا في البداية كانت حوالي على الابقار والجموس والاغنام اللي هي موجودة عندي بعدها بيخلص حيث انتاجية بيدخلها عشان يحصل على اللحوم لكن في العلم الحديث دي الوقت حاليا او النشأة اللي هي الحديثة اللي هي موجودة معنا ان بدأ يتطور حيوانات اللحم بدأ تتطور بدأ يظهر عندي حيوانات لحم كثيرة جدا 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 طيب الحيوانات اللحم اللي هي موجودة دي اتأنا عندي حيوانات اللحم مصرية عايز احسن الكفاءة الانتاجية بتاعتها بمعنى ايه بمعنى ان حيوات اللحم المصرية عندي بتدين نهار مع غلل العجل موجود عندي او الحيوان موجود عندي او الطلقة موجود عندي هيديني ربعمية الى خمسمة كيلو غالبا بيصل الى ستمة كيلو بس بعد كان بعد حوالي سينتين ونص او تلت سنين طب هذا الحيوان انا عايز استفاد من كمية اكبر من هذه اللحوم فبعمل ايه بروح مدرج يعني ادرج يعني اهجن يعني اخلط من هذا الحيوان اللي هو موجود عندي في مصر مع حيوانات اخرى اجنبية نشأت من احد العلوم او التحسين الوراسي اجرى لحيوانات اللحم فظهر عندي سلالات كتيرة جدا فبدأ ان هو ينسل او يهجن من هذه الحيوانات اللي هي موجودة مع الحيوانات المصرية عشان يقدر يرفع الكفاءة الانتاجية بدأ مكات ربعمية وخمسين كيلو او ستمة كيلو لان الحيوانات الاجنبية عندي بتصل الى طن ونص الى طن وربع يعني عندي مثلا زي الليموزين زي الهارفورد زي البنزا جاوة دي كلها سلالات يعني بدأت في انتاجها عالي جدا من اللحمة فبتطر في اللحظة دي ان هو يأخذ جزء من هذه السلالات ويحسن بها الحيوانات المصرية اللي هي كانت موجودة عندنا هنا في مصر فاول ما نبدأ الحلقة النهاردة معنا هنشوف اول موضوع معنا اللي هو انتاج اللحوم بالنسبة للمربي المصري اللي هي موجودة عندي زي ما قلنا انه قديم ان كان بيعتمد على الحيوانات دي في عاملية التسمين اللي هي الحيوانات التامة النمو اللي هي انهت حياتها الانتاجية فكان المربي بيستفاد من هذه المواشي انه هو بيحصل منها على اللحوم سواء كانت انس بعد ما انهت حياتها الانتاجية او الزكور بعد ما انهت حياتها الانتاجية مع الانس اللي موجودة في داخل القطيع يعني عدت السنتين ونص أو الثلاث سنين أو الخمس سنين فبدأ لهذا المربي أو هذا المستثمر أو هذا الفلاح أنه هو يستغل لهذه الحيوانات ويدخلها إلى عملية تسمين يعني يحسن من خواص الزبيحة اللي هو موجودة بعد كده اللي هو يقدر يحصل منها على اللحو فبدأ يعطيها الأعلاف المركزة ثم الأعلاف الخشنة والمالئة إلى آخره عشان يرفع الكفاءة الإنتاجية لهذه الحيوانات ويرفع في اللحظة دي بيرفع نسبة الدغن في هذا الحيوان أن اللحم في هذا الحيوان اللحم بيكون كدت تليف ليه؟ لأنه طبعا هو بقاله حوالي 7-8 سنين موجودة عنده في داخل المزرعة فبدأت بعد ذلك لأي الحتة اللحم اللي هو يحصل عليها بدأت تتليف فبيعايز يحسن من شكل هذا الحيوان بيحسن من الخواص الشكلية العام بالنسبة للحيوان بيدخلها مدة تسمين حوالي شهرين أو 3 شهور على العلائق مركزة عشان يرفع الكفاءة الإنتاجية بتاعتها ويحسن في بعد ذلك من خواص الزبيحة اللي هي موجودة فهو لاحظ إيه؟ لاحظ إن كمية المجهود اللي هو هيكون بهذا الحيوان عشان خاطر ينتج لكيل واحد من الدهم بتمثل برضو إنه هو لو وفر هذه الجهد إنه هو بيدخل هذه الكمية إلى 2 اللي تتاكيله في إنتاج اللحوم فبدأ إنتاج اللحوم أرخص بكثير جدا جدا من إنتاج اللحوم فبدأ العلم يتطور فأصبح دلوقتي حاليا حديثا أو الطريقة الحديثة في عملية التسمين إنه هو يبدأ بهذا الحيوان وهو عمر صغير بمعنى إيه؟ أنا ما أبدأ بهذا الحيوان وهو عمر صغير في مرحلة أنا بتكلم دلوقتي في الحيوانات المتخصصة في إنتاج اللحوم فهيبدأ هذا الحيوان في اللي هو النمو يبدأ النمو من ساعة الولادة يعني فيما عندي مرحلة اسمها مرحلة الرضاعة يعني بيحصل على إنتاج عالي من اللبن انتو يغطي من اللبن فكل عشرة كيلو لبن بيحصل على هذا الحيوان بيحول لي واحد كيلو جرام لحمة على جسمه هذا الحيوان من معدل النمو يبقى ما بيزيد كل يوم كيلو من معدل النمو سواء كان في العظم أو في الأحشاء أو في الجلد أو في الرأس أو في القرود أو في الحوافر في الشكل العام بتاع الحيوان الكيلو بيصفي منه على حوالي نصف كيلو جرام لحمة على جسم هذا الحيوان فبدأ يتترك إلى العلوم الحديثة في مجال الإنتاج الحيواني ويشوف أفضل السورات اللي هي موجودة عشان يقدر يوفر النحية الاقتصادية اللي هو الفلاح في الآخر بيقول إيه؟ بيقول أنا بدي مثلا عشرة كيلو علف لازم يكابله من ناحية تانية يديني اتنين كيلو لحمة على جسم هذا الحيوان لو لاحظ الفلاح أنه فيه أقل من كده أو المربي أنه فيه أقل من هذه الكمية يعني كفاءة إنتاجية بتاع هذه الحيوانات أنها بتبدأ يقل يبدأ أنه هو يدور على حلول أخرى أنه يهجل هذه الحيوانات مع الحيوانات الأجنبية الأخرى فبلحظ في مرحلة النمو بالنسبة للحيوان بالذات بيمر ب3-4 مراحل للنمو عند مرحلة البناء عند مرحلة اللي هو النمو الزيادة في النمو عندي مرحلة الشيخوخة عندي بعد كده فيه حاجة اسمها مرحلة الهدم يعني إيه المراحل دي كلها؟ مرحلة النمو أن الحيوان بيرضع عندي أو بيتغذى على اللبن اللي هو موجود فجسمه بيزيد إلى أخيره لكن في بعض الأحيان سعيد بيصاحب عملية النمو عملية تسميد ودي بلاحظها إمتى؟ بلاحظها في حالة العجول اللي هي الصغيرة السن يعني في بداية الصغر وهي لسه صغيرة عمر حوالي 40 يوم أو 50 يوم في اللحظة دي اسمها عجول بيتلو يبقى أنا هنا كده عندي فيه تطرقت إلى نقطة أخرى اللي هي اللحم البيتلو يعني إيه لحم البيتلو؟ لحم البيتلو دوت أنا بحصل على هذا اللحم من العجول الجاموسي إيه بيحصل إيه؟ إن المربي من دول بيبقى عنده مثلا قطيع في حوالي 50 إلى 60 قطعة من الحيوانات أو عدد من الحيوانات فبيتلو عنده فيه ولادات من نسبة ليه الجاموس اللي هي الزكور طب هيتخلص منها إزاي؟ بيسمينها على اللبن لمدة حوالي 40 إلى 50 يوم ثم يبيع هذه الحيوانات لعملية الجزارة أو لعملية الدبح في اللحظة دي تلاقي إن معدل المو بتاعزيل العجول بيبقى سريع جدا 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 قلنا إنه كل 10 كيلو لبن بيحصل عليها العجل بيحول إلى كيلو لحم على جسمه أو كيلو من وزن الجسم بتاع هذا الحيوان الكيلو اللي هو هيزيد من وزن الجسم بتاع هذا الحيوان هيحول لي منه نص كيلو جرام لحم على جسم هذا الحيوان ففيه طرق حديثة جدا لعملية تنظيم النمو وإنتاج اللحم في تسمين العجول مبكرة لإنه كلما كامل حيوان صغيرا كلما كانت نسبة اللحم المتكون أكبر بمعنى إيه؟ أما يبدأ في التسمين بيبدأ في التسمين عند عمر مثلا 150 إلى 180 كيلو في بداية عمل التسمين إنه عندي التسمين في عندي 3-4 مراحل للنمو وفي نفس الوقت في عندي 3-4 مراحل لعملية التسمين يعني يبدأ بـ 100 كيلو لـ 180 كيلو أو 180 كيلو إلى 250 كيلو أو يبدأ الفلاح بيجي يشتري حيوانات اللي هي موجودة عنده من 250 كيلو إلى 300 كيلو عشان يدخلها عنده داخل المزرع لو المربي أو الفلاح بدأ بعمر الحيوان مثلا 200 إلى 300 كيلو بيأصله في الجانب التاني مدة التسمين هل هو هيقعد 5 شهور؟ هل هيقعد شهرين؟ هل هيقعد 3 شهور؟ بتتوقف هذه المدة على معدل وزن الحيوان أو على معدل متوسط الحيوان أو على عمر الحيوان هل هو دخل الحيوان عنده من 100 كيلو إلى 150 كيلو أو 180 كيلو؟ يبقى إذن هيقعد عنده حوالي 6 شهور أما يجي يقعد عنده حوالي 6 شهور فيه هنا نوع من التغذية أما تنغزي على البرسيم لمدة عام كامل وفي آخر 3 شهر من عملية التسمين يروح دافع بالعلاقة المركزة عشان يبدأ يكون الدهر ويكون اللحمة على جسم هذا الحيوان لكن لو هو العجول دي اللي هي تغذت على هذا النوع من العلائق الخضراء زي مثلا البرسيم بتعرف في النهاية في عملية التسمين أو ما تيجي تبه هذا الحيوان بتلاقي الدهن هذا الحيوان أصفر ليه؟ عشان صبغة الكاروتين اللي هي موجودة اللي هي نتجة من التغذية على العلائق الخضراء لكن أما في النهاية لو أنا غزيت على الأعلاف المركزة باستمرار هتلاقي في الآخر أنه هو عندي العجول اللي هي نتجة أو اللحم اللي هو ناتج هتلاقي عندي لون الدهن لون أبيض ناصع وعموما الأبكار المصرية أن لون الدهن فيها بيكون لونه أصفر أما العجول بلاحظ أنه هي الجموسي بلاحظ أن لون الدهن في العجول الجموسي زي القبل بالزبط أو زي الجمال بتلاقي لون الدهن بتلاقيه لونه أبيض طب عند تكوين اللحم في جسم الحيوان اللحم دوت لا يخزن في صورة بروتين صافي ولكن بيخزن في صورة بروتين مع الماء بس بنسبة كام؟ بنسبة 25 إلى 75% لو هو هيخزن اللحم 75% في جسم هذا الحيوان يبقى فيه 25% من هذا الوزن أو هذا الكمية اللي دخل فيه 1% بلاقيها حوالي 25% من الماء ده فيه اللحم عشان كده بقول إيه؟ إن اللحم في النهاية بيمتاز بطراوة اللحم أنت ما تيجي تقطع حتة لحمة من عند الجزار بتلاقي فيها طراوة في حتة اللحم ما بتقيش حتة اللحمة متكلسة أو جمدة أو نشفة ليه؟ عشان خطر إن هي اللحم خد الطعم العصيري أو الطعم الطراوي الطعم الطراوي ده ناتج من 25% فيه ماء داخل زائد 75% اللي هو تكوين اللحم أو اللحمات الأمنية إلى آخره في قطعة اللحو لكن الدهن عندي هنا بلاحظ إيه؟ بلاحظ إن كل كيلو دهن من جسم الحيوان فيه 10% من الماء يبقى كل كيلو من الدهن بالنسبة للحيوان سواء كان في القبل أو في الحيوانات أو إلى آخره بلاقي فيه 10% نسبة من الماء لكن في اللحم بلاقي 25% فبالتالي في اللحظة دي بيقول إن عند فيه طراوة في قطعة اللحم اللي أنا بتغذى عليها بس هنا خلي بالك لازم تفرق في النهاية بين حتة اللحم اللي هي فيها طراوة فيها نسبة عالية من الماء وغير قطعة اللحم اللي هي موجودة اللي هي نشفة بدي بتلاحظها من العجول الكبيرة السن اللي هي أنهت حتة الإنتاجية وتلاقي الجموس اللي هو كبير في السن بتلاقي القطعة اللحم بتلاقيها متليفة ليه؟ بيقول عليها لحمة كندوز لأن أنا عندي فيه في مراحل النمو بالنسبة للحيوان في عندي البتلو زي ما تحدثت عنه قلت إنه عمره ربعين لخمسين يوم في عندي البتلوني في عندي الشمباري الشمباري ده بيكون وزن العجل من 250 كيلو إلى 300 كيلو في عندي بعد البتلوني في عندي اللحم اللي هو الكندوز يعني لحم الكندوز لحم الكندوز أنت بعد ما تمسك لحطة اللحمة وتحطها في قلب اللي هو عشان تيجي تاكلها بتلاقي حطة اللحمة بتلاقي العصب بتاعها جديد ليه؟ لأنه أنهت حياتها الإنتاجية ودي تبقى حيوانات كبيرة في السن عشان كابل أقول لحم كندوز لكن أفضل أنواع اللحوم بيلاقيها اللي هو اللحم الشمباري بيلاقيه في متوسط من 300 كيلو إلى 350 كيلو بس ده في العجول المصرية أو الأبكار المحلية اللي هي موجودة عندي لكن الأبكار الأجنبية بيصل وزن العجول في هذه اللحظة إلى تن ونص أو تن وربع أو 800 كيلو أو 900 كيلو حسب كفاءة كل سلالة من هذه السلالة بناء على ذلك على الكلام اللي احنا قلنا ده أن المربي خير بالإيه؟ خير المربي أن ينتج لحم عن أنه ينتج دهن خاصة وأن المستهلك الآن لا يميل إلى الدهن في قطعة اللحم يبقى أن المجهود العند العضلي كله أو المجهود البدني كله أو المجهود الاقتصادي كله بوجهه للعجول الصغيرة اللي هي موجودة عشان يرفع الكفاءة الانتجية بتاعتها فبديها مقررات من الغذاء مقررات سليمة في بداية عملية النمو لأن في عندي هنا مرحلتين مرحلتين بالنسبة لحياة العجل ذات نفسه أو لحياة الحيوان ذات نفسه إيه هم المرحلتين؟ في عندي مرحلة اسمها مرحلة النمو وفي عندي مرحلة أخرى اسمها مرحلة التسمين إيه الفرق بين الاتنين؟ مرحلة النمو إن الحيوان كل ما تديله الأكل بتاعه اسمها أول الرضاعة أو العلائق المركزة في خلال المراحل العمرية بيبدأ يزيد طيب بيبدأ يزيد لحد إمتى؟ يبدأ هذا الحيوان يزيد إلى أن تنتهي كفاءة الانتجية بتاعته بمعنى إيه؟ إن هو خد 5 كيلو علف أو 10 كيلو علف هو أنتك برضو حوالي 700 جرام من اللحم على جسمه لو أنت رفعت إلى 5 كيلو أو 8 كيلو رفعتهم إلى 10 كيلو هو حيديك 700 جرام برضو النحية التانية يبقى في الحالة دي أنت ساعتك وصلت إلى إيه؟ وصلت إلى المكس مام بتاعه وصلت إلى الكفاءة الانتاجية بتاع هذا الحيوان طيب بعد كده إيه اللي هيتكون؟ هيتخش مرحلة اسمها مرحلة التسمين يعني إيه مرحلة التسمين؟ إن أنت بتحسن من شكل هذا الحيوان والتسمين مهم جدا يعني برفع نسبة الكربوهايدرات في ألعالية وبقالل نسبة البروتين بس إمتى في نهاية عملية التسمين بالنسبة للحيوان وإن كنا أنا قلت من فترة إن في بعض الأحيان ساعت بيصاحب عملية النمو عملية تسمين للحيوان في عمر مبكر لهذا الحيوان فملاحظت إيه؟ إن هناك درجة معينة من السمنة تكون ضرورية جدا عشان تقدر تكسب قطعة اللحم النعومة المرغوبة والطعم اللذيذ والطراوة العصيرية اللي موجودة في قطعة اللحم وفي نفس الوقت قطعة اللحم دي إن ما تيجي تضحها في عملية الطهي تلاقيها بتطهي بسرعة أو بتأثر المدة بسرعة عن قطعة اللحم اللي هي اللي أنت وخدها أو اللي أنت حصلت عليها من دبح العجول الكندوز أو دبح الحيوانات هي الكبيرة السن بقى اسمه لحم الكندوز بقى دي لحمة كبيرة طب المجزر هنا عشان يقدر يفرقلي بين لحم صغير أو أنا كان عشان أعرف اللحم الصغير من اللحم الكبير هو دي بيحة قدام منك ومتعلقة قدام منك إزاي تميز بين اللحم الصغير واللحم الكبير طبعا الحيوان ما بيخش المجزر كل نوع من الحيوان أو كل مرحلة عمرية من هذا الحيوان بيتم ختمه بختمه معين فيه أخطان بيضوية فيه أخطان مسلسية فيه أخطان مربعة كل ختمة حسب درجة وجودة الزبيحة وفي نفس الوقت عمر الحيوان اللي هو تم دابحه لكن في معض الأحيان أنا بقول على قطعة اللحم أو بقول الجزء اللي هو اللحم اللي هو المأكول بالنسبة ليه الإنسان اللحم دو بيجي من هنا حتى عندنا هنا في مصر عندنا الإبل اللي هي بنقول عليها الجمال أو اللي هي لفظ الدارج عند المعظم المربيين أو الفلاحين اللي هو الجمال ثم الأغنام والمعز ثم الجموس ثم الأبكار المصرية اللي هي موجودة عندي سواء كان أبكار مصرية أصيلة يعني من صفاتها الوراثية بتاعتنا هل هي موجودة عندنا أصيلة او الابكار اللي هي الخليطة اللي هي نتجد عن طريق عملية الخلطة والانتخاب والتدريج والتهجين الى اخيره من هذه الطرق الانتخاب بالنسبة لحيوانات المزرعة اللي هي موجودة عند عملية التزاوج انا انك انت حدست معك وبين فترة بقولك ان فيه عندي حامات لحم اجنبية ممكن انا اجيب السائل المنوي اللي هو موجود برا في الخارج بدل ما اجيب العجل زات نفسه عشان يكلفني موجود هنا عشان انا اقدر انقله لا بنقل السائل المنوي اللي هي موجود عندي في داخل المحطات محطات البحوث اللي هي منتشرة على مستوى الجمهورية وببدأ القح هذه الحيوانات المصرية عندي عشان ارفع الكفاءة الانتاجية لحيوانات اللحم المصرية ومن هذا المنطلق ايه اللي بيحصل عندي ان انا بلاقي في السوق او بلاقي المعروض كتير وفي بعض الاحيان بلاقي المعروض قليل بالنسبة للحيوانات يعني عندي فيه عندي ظاهرة كتيرة موجودة في السوق ازاي اقدر اتغلب على مشكلة انتاج اللحم عندي هنا في مصر اول طريقة او اول حد من ان انا اتغلب على الكفاءة الانتاجية لحيوانات اللحم المصرية ان انا احسن هذه السئلات اللي هي موجودة عندي يعني ارفع كفاءة الانتاجية بتاعتها بدل ما كان بينتجي لحوالي 300 او 400 كيلو لا هرفع الكفاءة الانتاجية هلقحها مع عجلات او مع عجول اجنبية عشان خطر النسل اللي هو هيجي يبقى كفاءة الانتاجية بدل ما تدله 10 كيلو علم عشان يحاول لي نص كيلو جرام لا ده هو هيحاول لي حوالي 700 جرام يعني 3 تربع كيلو اللحمة على جسمه لكن الحيوانات الاجنبية عندي بتابعا معدل النمو بتاعتها او سرعة النمو بتاعتها لحيوانات الاجنبية زي الهلفورد زي السمنتال زي البنزا جاور زي الهلفورد كل دي السئلات كلها معدل النمو بتاعتها بيكون واحد ونص او واحد وربع كيلو جرام على لحم الجسم في اليوم لكن الحيوانات المصرية عندي بلاحظة ان هذه الحيوانات حوالي 600 جرام او 700 جرام بالكتير خالص على جسم هذا الحيوان فعشان اقدر اتغلب على مشكلة اللحوم اول حاجة عدم زبح العجول للبتلو اللي هي موجودة ودخلها لعملية التسمين عشان بعد سنتين توفر لي كمية اللحم اللي هي موجودة عندي ثم ان انا اتطرق الى اللحوم والبيضاء زي الارانب زي البط زي الاوزز كل هذه اللحوم اللي هي الدواجب يبقى انا عشان اقدر اصد عجز مشكلة اللحوم في مصر لازم اعمل هذه الخطوات زي ايه تاني ان انا بزود الرقعة الزراعية اللي هي موجودة لان انا عندي حيوانات وما عنديش رقعة زراعية موجودة يبقى انا هرب حيوانات ليه يبقى في اللحظة دي لازم ازود الكفاءة الانتاجية للمحاصيل الاعلاف اللي هي موجودة عندي لازم ارفع من معدلات الانتاج للانتاج النباتي في زراعة هذه المحاصيل لازم استصلح اراضي زراعية كثيرة عشان يقدر تغطلي او توفرلي المواد العلافية اللي هو اقدر يتغذى عليها حيوان اللح فاحنا عرفنا ان مصادر اللحوم عندي الاغنام والابكار الجموس الابل كل دي هذه الحيوانات بتؤدي الى انتاج عالي من اللحوم عندي في مصر فانتاج اللحوم في مصر بلاحظ ايه ان الابكار بتساهم بالنسبة 46% الجموس بيساهم عندي بالنسبة 37% الاغنام والمعز بتساهم الى 16% اما الابل او البول عليها اللفظ اللي هو الدارج بالنسبة للمربي او الفلاحين اللي هي الجمال بتساهم في عندي هنا في مصر بنسبة 0.5% من جملة انتاج اللحوم في مصر عندي لو انا جيت اطرقت الى سلالات ماشية اللحم احنا قلنا كان قديما انه هو كان بيبني انتاجه من اللحوم على الحيوانات اللي هي موجودة في داخل المزرعة سواء كان حيازات صغيرة بالنسبة للمربي الصغير او محطات بحوث بالنسبة للمحطات البحوث اللي هي منتشرة مستوى الجمهورية او القطعان اللي هي موجودة فلاحظ ايه لاحظ ان في سلالات عندي موجودة عندي تب هذه السلالات انت لو تتركت الى شكل هذا الحيوان او الصفات الشكلية لهذا الحيوان بتلاقيه مختلف تماما وعالي في كفاءة الانتاجية عن الحيوانات اللحم المصرية اللي هي موجودة فبصوا لاقي فيه عند الهيرفورد فيه عندي البنزا جاوة فيه عندي الجريترودوس فيه عندي السيمينتال فيه عندي الليموزين الليموزين ده حيوان اصلا منشاؤه فيه فرنسا الهيرفورد اصلا منشاؤه فيه انجلترا كل هذه الحيوانات موجودة فيه زهلات زهرة اقرة جديدة زي حيوان البرهما زي حيوان تاني البنزا جاور كل دي سلالات زهرت وقت موجودة عندي ومنتشر في مصر ما تجي تبص لشكل هذا الحيوان والتركيبة الشكلية بتاع هذا الحيوان بتلاقي في بعض الحيوانات مختلفة في تركيبتها الفيسولوجية او تركيبتها المورفولوجية عن الحيوانات الاخرى زي ايه ان ساعات في بعض الاحيان زي ما انت شايف معاي كده على الشاشة ان فيه صنم السنام ايه هو السنام السنام اللي هو منطقة بتبقى اعلى الكدف بالنسبة للحيوان زي السنام اللي هو موجود في الجمل دي منطقة تخزين العجود دي اصلا نتج من السلالة اما جلق حزين الحيوانات بالحيوانات اللي هي اللحم اللي موجودة عندي او الابقار اللي موجودة عندي برضو هتعطيها جزء من هذه النسبة لان تركيبة ورصية تركيبة ورصية بتتحب مع تركيبة ورصية لازم تظهر الصفات الورصية اللي هي موجودة عندي فبيظهر من أعلى منطقة الكتف في حتة اسمها السنام ودي بتبقى موجودة مقتنزة بالدهن بالنسبة للحيوان في عند حيوان البرهما دي أيضا من ضمن السلولات اللي هي نشأت أيضا في أمريكا وده حيوان لحم وده موجود عندنا هنا برضي هنا في مصر أيضا في حيوان اسمه حيوان الكنانة كل هذه الحيوانات كلها موجودة فالعلم الحديث بدأ يتطرك إلى فيه سلولات انتشرت فيه سلولات موجودة بدأ ياخد نسل من هذه السلولات وبيرفع الكفاءة الانتاجية لحيوان اللحم المصري لكن لو أنا جيت تطرقت إلى شكل عام بالنسبة لي حيوان اللحم بلاحظ إيه لحيوان اللحم بلاحظ أن الرقبة بتلاقيها قصيرة وتلاقيها مقتزة باللحم حيوان اللحم رقبة قصيرة مقتزة باللحم بلاحظ أن فيه اتساع في منطقة صدر هذا الحيوان منطقة صدر هذا الحيوان كذلك بلا أن حيوان اللحم أيضا بيتميز أن القوائم بتلاقيها قصيرة جدا عشان تقدر أنها تشيل جسم هذا الحيوان لأن الحيوان دي بيصل إلى إيه؟ بيصل إلى تن وربع أو تن ونص حسب معدلات نمو هذه الحيوانات وحسب السلوبة هذه الحيوانات بلاحظ أن منطقة العرقوب بالنسبة لهذا الحيوان اللي هي المؤخرة اللي هو أعلى زيل الحيوان بلاحظ أنها مكسوة بيه اللحم وبصفة عامة لحيوان اللحم بلاحظ أن حيوان اللحم برميلي الشاكل يعني إيه برميلي الشاكل؟ ليس مسلس الشاكل الحيوان اللي هو مسلس الشاكل بقوله عليه حيوان لبن لكن حيوان اللحم بلاحظه أنه هو زي البرميل بالضبط كأن برميل مقلوب وقف على الأرض إذن هذا البرميل أو هذا الجسم الكتلي اللي هو مقتص بيه اللحوم اللي يقدر يشيله إيه؟ يقدر يشيله قوائم قصيرة هذه القوائم منتصبة المسافة بين الافخاز واسعة منطقة العرقوب مكسوة بيئة اللحم منطقة الكتف مكسوة بيئة أيضا بيئة اللحم بلاحظ ان خط الظهر وخط البطن متوازيان احنا انا قلت ان هو مستطيل الشكل يعني مش مسلسي دي كلها صفات شكلية وصفات عامة لحيوان اللحم لو انا جيت بقى تطرقت الى حيوان اللحم بروتاني ودخلت وتفحصت في داخل هذا الحيوان كل منطقة لها اسم معين عشان بعد كده تساعدتك تقول لي اديني حتة كيلو لحمة من الموزة اديني كيلو لحمة من العرقوب اديني عرق الفلتو اديني عرق التريبيانكو كل دي مسميات في داخل زبيحة الحيوان طب المناطق بتاعتها موجودة فين حتة في أي جزء من جسم الحيوان طبعا في عندي منطقة الرأس في عندي اللسان طبعا يحتوي في منطقة الرأس في عندي منطقة الكدف زي ما احنا شايفين مع بعض في عندي الدوش في عندي حدوة الفخز في عندي برضو حدوة البط في عندي برضو تاني وش الفخزة ساعات في بعض الاحيان يقول لك ايه انا عايز اروح عند الجزار عشان اعطع كيلو لحمة من عند الجزار يقول لك ايه استنى ما يكشف وش الفخدة طب هو وش الفخدة فين حتة وش الفخدة اللي هو الجزء الخلفي بالنسبة لهذا الحيوان بتلاقي وش الفخدة بالنسبة لهذا الحيوان ماكسوه بيطبقى من الدهن فيقول لك استنى ما يكشف وش الفخدة عشان اقدر ااخد قطعة اللحم اللي هي موجودة اللي هي قطعة اللحم الحمراء اللي هي موجودة كذلك فيه منطقة تانية اللي هي مطقة بتد كلاوي دي برضو من ضمن المناطق اللي هي اللحم بتاعها مستصغ جدا واللحم بتاعتها بتلاقيها طريق فيه برضو منطقة تانية اللي هي الفخدة ذات نفسيها او عرق التليبيانكو فيه عند المدفونة دي كلها صفات عامة بالنسبة له حيوان اللحم اللي هو موجودة او اماكن ترسيب اللحم على جسم هذا الحيوان طيب ازاي ان انا اقدر بقى احكم على حالة الجسم في حيوان اللحم يعني ايه اما جاء اذا بص نظرة عامة على حيوان اللحم اذا ما احنا شايفين بلاق له صفات شكلية محددة او صفات مظهرية محددة مدى انتباق هذه الصفات المظهرية على الحيوان انا راجل عايز انزل السوق وعايز انزل اشتري هذا الحيوان يبقى انا فيه في دماغي وفيه تخيل انا هنزل اختار على الاساس ايه لو انزلت اختارت على الاساس شكل ظاهري اشوف المسافة بين الافخاز واسعة اشوف منطقة العرقوب واسعة اشوف شكل الحيوان شكل برميلي خط الظهر وخط البطن المتوازيان اشوف شكلة هذا الحيوان شكلة هذا الحيوان اللي هي منطقة اسفل فخزة هذا الحيوان دي اسمها الشكلة بالنسبة لهذا الحيوان دي كلها دلالة على صحة او حيوية حيوان اللحم للتسمين كذلك حيوان التسمين لازم يكون مقبل على تناول العلائق اللي هي موجودة وفي نفس الوقت بيزيد من معدل استفادته من العليقة التي تقدم لهذا الحيوان او من كمية الغذاء المأقول ده بيدل على دلالة وقابلية هذا الحيوان لعملية التسمين كذلك الزيادة في النمو نفترض ان انا اشتريت حيوان وهو ربيه عندي زي ما اقترب في البداية ممكن ربيه ست شهور ممكن ربيه خمس شهور ممكن ربيه شهريت حسب عمر اللي انا هشتدي فيه هذا الحيوان وحسب وزن هذا الحيوان فانا عايز اوزن هذا الحيوان المربي عندي بندول ما عندوش ميزان لهذا الحيوان لكن الموازين موجودة في محطات البحوث محطات التجارب الى اخره في المزارع اللي هي المتخصصة عايزي اوزن هذا الحيوان بيوزن كل عشرة ايام عشان يقدر يشوف معدل استجابة هذا الحيوان لعملية الزيادة من العلائق لأنه هو بيحسبها كنحية اقتصادية لهذا الحيوان فالزيادة في وزن الحيوان بوزن كل عشر أيام عملية الوزن دي بتقدر تحكملي على مدى استفادة هذا الحيوان من عملية التغذية أو من كمية الغذاء الموجود كذلك فيه هدوء عام بالنسبة ليه حيوان التسمين حيوان التسمين لأنه جسمه أصلاً تقيل فكل ما كان جسم هذا الحيوان تقيل كل ما تلاقي هذا الحيوان هادي وكل ما كان يكون لحم أكبر على جسم هذا الحيوان كذلك الصحة العامة لهذا الحيوان براك العينين المختن مندى كل دي دلائل عشان خاطر في النهاية إن أنا هوصل إلى كطعة اللحم أو كطعة الزبيحة اللي أنا هقولها أو اللي أنا هيتغذى عليها المستهلك فهتيجي منين إذا كان الحيوان مريض هيديك في النهاية كطعة لحم أصلاً مصابة كطعة لحم غير مقبولة يعني أنت مش نستطعمها لكن لو عندي حيوان دلائل الصحة موجودة اليقظة النشاط الهدوء زيادة في عملية التسمين شغال عمال ينتج جسمه عمال يزيد كشكل ظاهري لكن ما يجي يوزن هذا الحيوان حيدخلوا عملية الوزن ويوزن ويطرحوا الوزن الأولاني من الوزن التاني ويطرحوا من بعض ويقسموا على المدة يعرف هذا الحيوان بيزيد قد هل 700 جرام في اليوم؟ هل 800 جرام في اليوم؟ هل هذا الحيوان سيبت عند هذا الحد مهما تدي له أكل ويسيبت عند هذا الحد؟ لو هذا الحيوان سيبت عند هذا الحد ما بيزيدش في إنتاجه تاني يبقى هذا الحيوان أنهى حياته من عملية التسمين وبيخش بعد ذلك يتطرك إلى عملية الزب وفي نفس الوقت ما تكونش مكلفة بالنسبة للمربي أو لرجل التسمين اللي هو بيسمين هذا الحيوان طبعا أنا عايز أنزل السوق وعايز أشتري عجول من هذه الحيوانات أنا قلت شكل ظاهري بالنسبة لهذا الحيوان إن دلائل الصحة موجودة المختب منادة أبص على مؤخرة هذا الحيوان على ناحة البراز اللي هو النازل من هذا الحيوان هل هو شكله إيه من وراء؟ ده كلها دلائل على صحة الحيوان يبقى المختب منادة براك العينين الجلد لامع خالي من التفيرات الخارجية والداخلية طبعا إذا سعدتك بتقول خالي من التفيرات الخارجية ونقدر أميزها وشوفها على جسم الحيوان طب التفيرات الداخلية أعرف أزاي أميزها إنها كانت موجودة في داخل جسم هذا الحيوان لما عندي أنواع كتيرة من التفيرات الداخلية عند الإسكارس عند الإنكولستومة إلى أخيره كل هذه الحاجات بشوفها مع براز هذا الحيوان لو كان الحيوان عنده عملية إسهل معنى ذلك هذا الحيوان فيه شيء غير طبيعي جوه في داخل جسم هذا الحيوان ده الشكل الداخلي بالنسبة لهذا الحيوان والشكل الخارجي بالنسبة لهذا الحيوان طبعا إذا الشريطة الحيوانات دي أول ما دخلتها عند المزرعة لازم أديها سنتي أفوماد لكل خمسين كيلو جرام من وزن جسم الحيوان الأفوماد بيتخلص من حاجتين هما الحاجتين بيتخلص من الحشرات الداخل الخارجية والتفيليات الداخلية على جسم الحيوان لو أنا ما قدتش أتخلص من التفيليات الخارجية على جسم الحيوان وفيه عندي حشرة هذه الحشرة الحشرة دي ضرة جدا بالنسبة لهذا الحيوان لو عندي الحشرة موجودة في خلال خمستاشر يوم بالزبط بيست تلاقي الحشرة تبيض حوالي ألف بيضة والألف يبقى ألفين وهكذا يبقى إذن جسم الحيوان مغطي بيقى الأراض طب الأراضة الكبيرة أو الحشرة الكبيرة اللي هي موجودة بتمس من جسم الحيوان قد إيه بتمس سنتي يوميا من جسم هذا الحيوان يبقى أنت بتدي غزة لهذا الحيوان وفي نفس الوقت الحشرات اللي هي الموجودة على جسم هذا الحيوان بتقدر تتغذى على غزاء من الدم يبقى الحيوان عندي ما بيزيتش أنا في اللحظة دي لازم أدي جرعات مقابل للتفيرات الداخلية ومقامل التفيرات اللي هي الخارجية عن طريق الأفمات وتبعاً بتديله سنتي تحت الجلد عشان يقدر يعديني من هذه التفيرات الداخلية أو التفيرات الخارجية طبعاً أنا هنزل السوق واشتري حيوان أو إنما هنزل السوق عشان ربيه أو إنما هنزل السوق واشتري حيوان بغرض إنما هبح هذا الحيوان أنت ساعدتك بتقول إن في عندي كذا نوع من أنواع اللحوم في عندي لحم البتلو في البتلوني في عندي الشمبري في عندي الكندوس طبعاً إزاي أنا أميز بين كل الكلام ده كله أنا أميز بين هذه أنواع اللحوم لأن طبعاً بعد كده هيجي المستهلك ويبدأ إنه ياخد من هذه اللحوم ويقدر يميزها إزاي منزل السوق يشتري لازم يبص على يقدر العمر الحيوان على الأسنان بتاع هذا الحيوان طبعاً بالبداية كده لو الأسنان بقت صفرة لهذا الحيوان تعرف إن الحيوان ده هذا الحيوان كبير في السن لو الأسنان عندي فيه تآكل فيه الأسنان اللي هي موجودة بالنسبة للحيوان تعرف إن الحيوان ده كبير في السن لو فيه جزء من الأسنان فقط بالنسبة للحيوان ما تجي تفتح فم الحيوان وتعرف ان فيه مثلا سن او فيه درس او اي نوع من انواع اللي هي الدروس غير موجودة تعرف ان الحيوان ده كبير في السن طب لو لقيت الاسنان موجودة هل الاسنان صغيرة ولا لسه لبنية ولا بقى فيه سوداسيان ولا فيه ربعيان ولا فيه السناية اللي هي موجودة فاول ما بيبدأ بيبدأ بيه الحيوان في بداية عمره في بعض الاحيان ساعات فيه حيوانات بتتولد بيه اسنانها والبعض الاخر في بعض الحيوانات ما بتتولدش بيه هذه الاسنان بس في خلال مدة الرضاعة بيتم تكوين الاسنان اللبنية على جسم على فم الحيوان فبيعتمد تقدير العمر اما جاء اقدر العمر على ايه على معدل تبديل الكواطع اللبنية او الاسنان اللبنية بالكواطع المستديمة ان انا بشوف بفرق بين الكواطع اللبنية والكواطع المستديمة في عملي سنة ونص إلى سنتين بيظهر السناية يبقى عندك السناية وفيه سنتين اتنين بس يبقى معنى ذلك سواء كان قبل أو أغنام أو جمال أو الماشياء اللي هي موجودة عندي سواء كان أبكار أو جمو من سنتين إلى سنتين ونص بيظهر الربعيين ثم السوداسيين من ثلاثة إلى ثلاثة ونص ثم السومانيين اللي هم القارحان يبقى كده يقولك طأم لهذا الحيوان طأم الحيوان أفل الأسنان دي بتتغير مع تغير عمر هذا الحيوان زي ما احنا ما شايفونك بالبعض في الصورة فالأسنان اللبنية بتظهر في العجول الرضيعة ودي بقى قواطع صغية الحجم لونها بيبقى أبيض ناصع البياض بتلاقي العجل لسه هو صغير أو الحيوان وهو صغير بتلاقي سنانه زي الطفل بالزبط كده بتلاقي سنانه بيضة خالص يجذبك إليه يبقى هذه الأسنان اسمها الأسنان اللبنية هذه الأسنان تتغير مع تقدم عمر الحيوان بيبدأ ظهورها في الأسبوع الأول من عمر الحيوان ولكن زي ما احنا قلنا أن في بعض الحيوانات بتولد بأسنان لبنية في مقدم الفك السفلي للفم ثم يظهر بعد كده الرباعيان يبقى بيظهر الأول السنية ثم الرباعيان ثم السوداسيان ثم القارحان القارحان اللي هم التمم أسنان بالنسبة لهذا الحيوان في اللحظة دي بقول أن الطائم أفل بالنسبة لهذه الحيوانات الكواطئ اللبنية السماء التمانية بالفك السفلي هي التي يتم تبدلها بالكواطئ المستديمة خلال أربع سنين من عمر الماشية اللي هي موجودة عندي لكن لو أنا جيت بصيت وقلت في صفات شكلية للحيوان اللي هو تم تسمينه أنا خلاص نزلت السوق اشتريت الحيوان وعرفت أن أنا أشتريه إزاي عن طريق شكل ظاهري وعن طريق أنه معدر العمر بتاعه طبعا الحيوان تطرك هذا الحيوان إلى المزرعة دخلته عند المزرعة أعرف في النهاية أن الحيوان ده هو صالح لعملية الزبح ولا لسه لم يصلح لعملية الزبح يصلح لعملية الزبح أو لا يصلح لعملية الزبح بتتوقف حسب الكفاءة الانتاجية لهذا الحيوان ممكن تقعد الحيوان ثلاثة أربع سنين أو صالح عندك الزبح بس في اللحظة دي بيتتغير قطعيات اللحم اللي هي موجودة في جسم هذا الحيوان يحصل لها تليف لقطعيات اللحم اللي هي موجودة لكن في العمر المبكر عمر سنتين أو سنتين ونص بتلاقي فيه طراوة في قطعة اللحم اللي هي موجودة فالصفات الشكلية بالنسبة لحيوان التسمين أو الحيوان اللي هو تم تسمينه بلاحظ إيه؟ بلاحظ إن هو استوى بتميز بأن الجسم عميق وعريض ومندمج ومليان مليان بالإيه؟ مليان أو ممتلئ باللحم وواسع وعميق في الأربعة الخلفية ونقول إن خط الظهر وخط البطن متوازيان بلاحظ أيضا إيه؟ بلاحظ إن كمة الكتف بلاقيها عالية ومستديرة وممتلئة باللحم وبلاحظ إن الرقبة قصيرة وفي نفس الوقت بلاحظ إن رقبة هذا الحيوان بتكون غليظة أما مؤخرة هذا الحيوان اللي هي المدفونة بتكون العظم بتاعتها مدفونة إن في عظمتين أعلى الفخذ بالنسبة للحيوان لو لقيتهم دول إن هم برزين أو بارتفاع أعلى من مستوى سطح الجسم يبقى لسه ده غير دلالة على عملية تسمين بالنسبة لهذا الحيوان عدلة الفخذ وعدلة الإليا بتكون ممتلئة ومستديرة إن ما بص للفخذ هذا الحيوان زي ما ما تشاهد معاك في الصورة بتلاقي فخذ الحيوان مستدير كذلك في منطقة العرقوب بتلاقيها هذه المنطقة بتلاقيها مكسوة باللحم اللي هي المدفونة عليها إيه؟ كمة الزيل عند المؤخرة دي بيحض بيها نسبة عالية من الدهن عشان كده إنت ساعدتك بتقول أنا عايز أكل طبق عكاوي طبق عكاوي ده بيجي منين؟ بيجي من أعلى منطقة الزيل بالنسبة للحيوان بعد سلخ هذا الزيل بتلاقي إن قطعة اللحم اللي هي موجودة من أطراء يعني لينة يعني سهلة يعني مستصاغة بالنسبة للمستهلك عن باقي أجزاء الزبيحة بالنسبة للحيوان لكن بقيت أجزاء الزبيحة بالنسبة للحيوان عندي أصناف كتير وأنواع كتير بالنسبة للزبيحة للحيوان فيه عندي عرق التريبيانكو فيه عندي الفلتو فيه عندي الموزة في بيت اللوح في الدوش كل دي في بيت الكلاوي كل دي أجزاء ومسميات لكتعيات اللحم لكن أردأ أنواع الزبيحة بالنسبة لهذا الحيوان اللي هي بتاخدها من منطقة البطن ليه من منطقة البطن؟ يعني سبحان الله ربنا عامل برضو حماية لجسم هذا الحيوان عشان الحيوان إنه يقدر إنه هو يجلس على الأرض ويقدر يقوم فجعل لمنطقة البطن تلت طبقات والتلت طبقات كلهم بتلقوهم عصب يعني طبقة فوق طبقة فوق طبقة فوق طبقة عشان تحمي الكرش هذا الحيوان لكن إما تيجي تبع هذا الحيوان بتلاقي في الربع الأخراني أو في نص الزبيحة اللي هو الخلفي أو نص الزبيحة اللي هو الأمامي اللي هو عند منطقة الكتف في نهاية الكتفين بلاحظ إنه فيه قطعيات من اللحم بتلاقيها مش قطعة لحم على بعضها بتلاقي طبقة من اللحم صغيرة محاطة بطبقة من العضلات اللي هي بنقول عليها إحنا اللي هي العضلات اللي هي موجودة إنها تقدر تتحمل استضمات اللي هي العصف تقدر تتحمل استضمات هذه العضلات دي لو قطعتها ممكن بتاخد سوى كتير وبتاخد طهي كتير عن باقي أجزاء الزبيحة ده عشان بس التحديد تعرف إن أجزاء الزبيحة مشة إزاي ومكوناتها مشة إزاي بهذه الوسيلة من عملية التقدير بالنسبة للعمر بالنسبة للحيوان إن في اللحظة دي بيقدر يقدر عمر هذا الحيوان طب لو الحيوان دوت عدل أربع سنين بالنسبة للأبقار أنا بتكلم في الأبقار والجموس لكن بالنسبة للإبل بعد أربع سنين يبقى برضو لحمة الإبل لسه شغالة أو لحمة الجمال موجودة لحمة الجمال تتلايا في إمتى؟ بعد سبع تمن سنين أو بعد ست سنين وإنت طالع تلاقي اللحمة بدأ إن هو يتليف لكن بالنسبة للماشية عندي هنا أنا العمر قدرته بعد مثلا أربع سنوات من خلال إيه؟ من خلال ما ظهر أتيه هل فيه تآكل في الأسنان اللي هي موجودة؟ أعرف إن هذا الحيوان عدل أربع سنين هل فيه تغير في لون الأسنان اللي هي موجودة عندي من الأبيض إلى الأصفر؟ تعرف إن الحيوان ده عدى برضو اللي هو الأربع سنين أو تقدم في العوب لو فيه مدى تساع المسافة بين الأسنان وبعضيها يبقى فيه هنا عندي سنة وقعت بالنسبة لهذا الحيوان تقدر تميز تقول إن الحيوان ده قعد عندي أكتر من أربع سنين لو فيه عندي كسر أو فقد في بعض الأسنان تقدر من خلال هذا الكسر أو من خلال هذا الفقد تقدر تميز هذا الحيوان لو أنا عندي سكوت جميع الأسنان المستديمة ده بيحدث عندما بتصبح الماشية خلاص بقت الماشية مسنة بقت الماشية كبيرة يعني تقول لك الطقم بتاع هذا الحيوان أفل وإمكن الطقم فرط ووقع كمان من على مقدمة بقبق هذا الحيوان لو تطرقنا إلى نقطة أخرى احنا اخترنا حيوان التسمين وشفنا حيوان التسمين ماشي وشفنا مواصفاته وشفنا أماكن اللي هي اللحم اللي هي الشكل الخارجي منطقة الكاتف منطقة الدوش منطقة التريبيانكو منطقة وش الفخدة إلى أخير لو أنا جيت بعد كده عشان خطر أبح هذا الحيوان وابدأ أجهز الزبيحة بتاع هذا الحيوان في عندي هنا نقطتين هم النقطتين في عندي حاجة اسمها الزبح وفي عاجة عندي اسمها النحر ما الفرق بين الزبح والنحر اللي اتنين كلاهما صحيح بمعنى ايه؟ بس مع اختلاف نوع الزبيحة التي يتم زبحوها بمعنى ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى قال له يسبح بكرة ما لونها إلى آخره لأن أتطلق إلى هذا هنا في حاجة عندي اسمها الزبح لكن في القرآن الكريم فقال لي فصل إلى ربك وانحر المقصود هنا بالنحر وهو نحر الإبل إن المنطقة العربية أو الجزيرة العربية أو التركيب الفيسيولوجي بتاع هذا الحيوان اللي هو حيوان الإبل هو يسمى عملية النحر ليه هنحر؟ أنا بنحر هذا الحيوان في منطقة اتصال عنق الحيوان مع الصدر لكن بالنسبة للماشية بصفة عامة أنا بسبح الحيوان من منطقة العنق مع منطقة اللي هو الرقبة لكن بالنسبة للإبل بنحر في أسفل أو في مقدمة بين اتصال العنق مع مقدمة صدر هذا الحيوان ليه؟ لأن التركيب الفيسيولوجي بتاع هذا الحيوان أو التركيب التشريح بتاع هذا الحيوان بلا إن الأوردة كلها موجودة والأوعية الدموية كلها موجودة وفي نفس الوقت إنها قريبة من الصدر الإبل وفي نفس الوقت أيضاً قريبة من القلب عشان كده منحر هذا الجبل هذا الجمل أو هذا الإبل بتلاقي كمية الدم بتطلع صريعة لكن لو أنا حارت من منطقة أعلى اللي هي منطقة اتصال العنق مع الرأس كمية الدم اللي هي هتتورد وتخرج من الزبيحة هتكون ضعيفة لكن منحر الجمل أو منحر الإبل من منطقة اللي هي منتصال العنق مع المقدم الصدر بتلاقي الأوردة موجودة الشريم موجودة قريبة للقلب فهتلاقي الصف من أعلى الرقبة إلى جميع أجزاء الزبيحة أو جميع جسم هذا الحيوان طيب ما جابح هذا الحيوان في حاجات تكنيكية لازم أعملها لهذا الحيوان يعني إيه حاجات لازم أعملها أولاً الحيوان المفروض ما يشوفش هذه السكين اللي أنا عباح فيها هذا الحيوان زي ما رسول صلى الله عليه وسلم قالك أرحة الزبيحة وسن الشفرة أو حد الشفرة يبقى أنا كده بجهز فيه حاجات بعملها زي فيه حاجة تاني لازم أعرض هذا الحيوان على الماء يبقى لازم أعرض الحيوان أيضاً على الماء فالمقصود هنا بالزبح بالنسبة للحيوان اللي هو قطع العنق اللي هو بنقول عليها الحلكوم مع الودي جيد بالنسبة لهذا الحيوان هنقولنا فيه الزبح للإبل أو الماشية بصفة عامة والمقصود هنا فيها هنا الماشية اللي هي الأبقار بجميع أنواعها لكن الإبل بنقول في عملية النحر لهذا الحيوان فيكسب بالزبح إحداث قطع برقاب الحيوانات وإدمائها أنت هنا ساعدتك وقف على كلمة الإدماء يعني إيه كلمة الإدماء أنت ما تقطع ركبة هذا الحيوان الدم بيتورب من داخل جسم هذا الحيوان إلى الخارج فكل فترة ما قطعت هذا الودي جيد لازم تمرر السكين وتقطع جزء برضو آخر لأن الدم بيحدث له عملية تجلط ما تجلط الدم تقطع منطقة برضو أخرى عشان تقدر تخرج كمية الدم اللي هي موجودة زي حكاية إيه بالزبط أنا الدم في داخل جسم الحيوان تمام ويقز ونشط وخالم الميكروبات إلى آخره لكن بمجرد خروج الدم من جسم الحيوان إلى الخارج خارج جسم الحيوان بلاحظة أن هذا الدم أصبح بقى دم فاسد يبقى أنا عايزة أخلص الزبيحة وخلص كطعيات اللحم اللي هي موجودة عندي من الدم اللي هو موجود عن طريق حاجة أسماء الإدماء يعني إدماء أن أنا بقطع الودي جيد اللي هو موجودين زائد أن أنا بعد عملية النحر لهذا الحيوان أو الزبح لهذا الحيوان بقطع طبعا الحلكوم زائد أن أنا خلاص مجرد النفس أو مجرد التنفس خلاص كده انفصل ثم الودي جيد بعد ما تعطي الودي جيد لازم بعد كل فترة أكمل أن الدم معاه شغال شغال أخلص جميع أجزاء الزبيحة من الدم اللي هي موجود لأن الدم أعتبر هو بيئة غير صالحة بالنسبة للزبيح خلاص كده فصل الدم عن اللي هو اللحم اللي هو موجود زي ساعدتك أنت بالزبط البول موجود في داخل جسمك البول موجود في داخل جسمك في داخل الكليتين تمام ما فيش أي مقربات هو كده آآ آآ نظيف آآ غير سام إلى أخيره لكن مقدر مخروج البول إلى الخارج بتنشط عليه البايكروباء نفس الطريقة برضو الدم الدم اللي هو موجود في داخل جسم هذا الحيوان بلاحظ إن الدم دوت بريئة غير صالحة عند زبح هذا الحيوان وبدأ أقدر أتخلص من أكبر كمية عن طريق عملية الإدماء ثم بيخش بعد كده تاني خلاص أنا مع عدم فصل ركبة هذا الحيوان ثم بعد ذلك بتتم عملية إيه؟ بعد عملية قطع الركبة بيه تبدأ عملية السلخ ما جبدأ أبدأ عملية السلخ بالنسبة للحيوان بقطع الأرجل بالنسبة لهذا الحيوان الزبحة عن طريق الشريعة الإسلامية كما هو متطبع عندنا هنا في مصر بيتم الزبح اللي هو الزبح الحلال بواسطة طبعا سكين أنا بجهز العدة بتاعتي بجهز السكين بجهز المستحدي بجاهز اللي هو آلة السلخ أو اللي هو المسلخ اللي أنا بسلخ به هذه الزبيحة طبعا بيختلف عن سكين الدبح سكين الدبح شيء معين أما اللي بالنسبة للسلخ بيستخدم سكين أخرى مخصصة أيضا لهذا عملية السلخ بيتم أطع الرقبة على المستوى المواجه للحنجرة وتفاحة آدم اللي هو منطية التنفس ويكون القطع بعرض الرقبة كلها ويترتب على ذلك فصل الرأس فصلا يكاد أن يكون تاما يعني برضه مش كاد يكون تام لازم تكون الرأس ملتصقة مع الزبيحة لأن عشان أقدر أميز تبليه عشان أقدر أميز بين الحيوان دوت والحيوان التاني لأن كل حيوان لو أنا جيت قطعت الرأس ورمتها وقطعت الرأس التاني ورمتها مجاز الحيوان الأولاني ده كان مصاب أو كان عيان والحيوان اللي هو استليمي من أحد التاني اللي هو الدبح دوت خدت الرأس من هنا حطته هنا يبقى أنا كده لازم أخلي منطقة الرأس وهو أصلا مع الشريعة أن أنا ما أفصلش رقبة هذا الحيوان نهائيا إلا بعد إجراء عملية السلخ بالنسبة لهذا الحيوان يكاد يكون تاما فيما عدا منطقة اتصال الفقرات العنوكية يبقى أنا ما أفصلش الفقرات العنوكية بالنسبة لجسم هذا الحيوان وساعات بلاحظها في بعض الأحيان عند عملية السلخ بالنسبة لحيوان بتلاقي أنت شكل الزبيحة بيبدأ أن هو يرعش يعني بدأ أن هو يرعش بلاحظ أن الجهاز السنبساوي شغال معايا لسه نشط وموجود معايا عزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته